تريد نصيحة الأخت للمنفصلات عن أزواجهن والتي يعيشنا عند أهلهن قد يحصل لها نوع من المضايقة و قد تسمع بعض الكلمات أو بعض الإشارات التي قد تتبرم منها أو من وجودها أو من أطفالها و كذلك فضيلة شيخ الإشارة إلى حساسية بعض المطلقات بمعنى أن تكون حساسة بحيث راعوني و راعوا أولادي لو أنا كذا ما كان كذا أولا يجب أن نعلم أن المرأة إذا جربت العقد الزواج و جربت تنعيش مع زوجها تكون أميرة و لهذا قال صلى الله عليه وسلم و المرأة راعية في بيت زوجها و مسؤنة عن رعيته فهي التي لها حق القرار في متى الأكل متى الشرب متى التنظيف ما غير ذلك إذنها و عدم إذنها لأولادها فتجد أنها فيها نوع من قرار استقراري و قرار استقلالي فإذا انفصلت و رجعت إلى أهلها بطبيعة الحال الذي يملك قرار المنزل هو الأم و أحيانا الأخت الذي الباقية فأحيانا تريد الأخت أن تمارس قرارها التي اعتادت الأم أن تعطيها إياه فلا تتحمل الأخت الكبيرة المطلقة أن تجد هذا و هذا حقها يعني طبيعي يعني ينبغي أن نعطي الأمر قدرها و لهذا ينبغي أن تحسب المرأة حسابات حينما تنفصل من زوجها قد تقبل المرأة في بعض الضيم الذي يمارس عليها من قبل الزوج أو بعض الحقوق ربما يكون أرحم لها من أن تكون منفصلة ربما المجتمع لا يرحمها ربما الأهل لا يرحمها أنا لا أقول أنها تقبل الضيم لا أحد يقبل بالضيم ولكن المقصودة الأمور توازن عمر رضي الله عنه لما جاءه الرجل يشتكي أهله و أنه لا يحب زوجته قال عمر رضي الله عنه و هل بنيت البيوت كلها على الحب فأين الرحمة و أين العطف فأحيانا الإنسان يعاشر أهله و يبقى معهم سنين قد لا يكون عنده معها حبا و قد تعاشره و يبقى معها و قد لا تحبه و لكن بقاء الأولاد و عدم انفصال الزوجين بينهما قد يكون له أثر كبير في تربية أولادهم فينبغي أن تكون المرأة تتخذ قرارها بحكمة لا يمارس عليها أسلوب اتركيه و ترك عند أهلك معززة و مكرمة فما إن ترجع إلى أهلها يذهب أخوها إلى زوجته و يذهب أخوها إلى زوجته و تذهب أختها إلى زوجها و تبقى وحيدة و لهذا ينبغي أن تكون اختيارها لمسألة الانفصال قرار حكيم و مدروس ليس ممارس عليها أسلوب الضغط العاطفي من قبل أمها أو أسلوب الضغط العاطفي من قبل إخوانها ينبغي أن تدرس الأمر دراسة محكمة و قد قال صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات و هي أن المرأة أحيانا لا تتقبل من زوجها أن يأمرها بعض الأوامر يعني بعض المرأة أحيان تقول أنا كل عمري عايشة في بيتي أبي معززة مكرمة فإذا عاشت مع زوجها بطبيعة الحال الرجل ولي أمر و الرجل له قوامه فهو يمارس أيضا صلاحياته و إن كان أحيانا فيها نوع من الحمق فينبغي المرأة أن تكون حكيمة في طريقة تعاملها مع زوجها فالمرأة البيت مؤسسة تربوية قوامها الرئيس المسؤول هو الزوج و النائب هي الزوجة فإذا لم يعطي كل واحد صلاحية للآخر فإنه ربما تفسد هذه الصلاحية بارك الله فيكم و أن تكون فضية شيخ فاعل في الأسرة أن تدخل مرحلة جديدة عنصر فاعل يعني بعضا تنتظر هي العاطف ساهمي أنت في بعض الأمور و بعض أعمال المنزل و إضافة البهجة البيت و أحيانا بعض الزوجات المفصلات تعيش مبدأ الضحية إن عاشت مع زوجها قالت أنا مظلومة و إن عاشت أمام أهلها قالت أنا مظلومة و إن تأخر زواجها قالت أنا مهضومة حقي ينبغي أن تكون المرأة متفائلة في حياتها و أن تكون متعايشة و أن تكون ترسم البسمة قبل أن تنتظر من الآخرين أن يرسمها لها والله ماذا؟